مرحبا في الفيديو السابق تكلمت عن أهم مسبب لتردي جودة النوم عند معظم الناس ألا وهو عدم انضباط الساعة البيولوجية اللي هي سركيدين ريدم اليوم أغيرت تكلم عن مجموعة مكملات اللي ممكن تخدمنا في أنه نصلح نومنا ونصلح الوضع الساعة البيولوجية هذه عشان تقدر تواصل الفيديو هذا وتفهم المعلومات اللي موجودة فيه لأني بذكر مجموعة شغلات شرحتها في الفيديو السابق أعتقد أنه من الأفضل أنه تشاهد الفيديو السابق اللينك موجود على الشاشة الآن قبل ما تواصل بقية الفيديو هناك خمسة مجالات اللي ممكن المكملات تخدمنا بحيث أنه نحسن وضع النوم المجال الأول هو عدم قدرة العضلات على الاسترخاء الضل العضلات منقبضة ومش قادرة على أنها تكون ريلاكس المجال الثاني هو ارتفاع مستوى إفراز هورمون الكورتزول هورمون الكورتزول وظيفة أنه يصحينا وظيفة أنه يخلينا متعين والمفروض أنه يكون مستوى الكورتزول في وقت النوم وخلال ساعة النوم هو أقل مستوى خلال 24 ساعة لأسباب متعددة شرحتها في الفيديو السابق بإمكان الجسم يستمر في إفراز الكورتزول حتى في أوقات النوم وبالتالي الجسم ما يقدر يخلد للنوم دائما يصحينا يعني ممكن حتى النام وبعد ساعتين ولا شيء يرجع الكورتزول يصحينا من النوم ففي مكملات اللي تخدم في المجال هذا المجال الثالث اللي هو عدم قدرة الغدة النخامية اللي هي البينيل غلاند على إفراز كمية كافية من هورمون الميلاتونين هورمون الميلاتونين هو الهورمون اللي يؤشر يعتبر كمؤشر إلى سائر خلايا الجسم أنها تسترخي وتقلب من روتين النهار إلى روتين النوم فلما الغدة هذه ما يكون عندها القدرة الكافية أن تفرس كمية كافية من هورمون الميلاتونين لمجموعة من الأسباب ذكرتها في الفيديو اللي فات الغدة هذه يكون كمية الهورمون مش كافية وبالتالي برضو يكون عندنا صعوبة في الاسترخاء والاستغراق في النوم والاستمرار في النوم ساعات كافية السبب الرابع هو قلة إفراز الموصل العصبي اللي هو نيورو ترانزميتر يعني اللي اسمه سيروتونين سيروتونين جدا مهم للنوم إذا كان إفراز الهورمون هذا مش كافي فبيكون عندنا مشاكل برضو المكملات ممكن تخدمنا في المجال هذا المجال الخامس والأخير هو عدم قدرة المخ والجهاز العصبي على الاسترخاء على التوقف عن التفكير العميق والخلود للنوم لكل مجال من المجالات الخامسة بذكر لكم مكمل أو أكثر اللي يخدم في المجال هذا المكملات اللي بذكرها لكم مكملات من طبيعة الجسم ومن طبيعة الغذاء مكملات اللي مش غريبة مكملات اللي موجودة في الجسم ربما ما تكون موجودة بشكل كافي عشان كده الواحد يستخدم مكمل عشان كده المسمى مكمل مفعول المكملات هذه مش زي حبوب النوم اللي هي كيمويات مخترعة تخترعها شركات الأدوية الكيمويات هذه أو حبوب النوم هذه تجبر الجسم على النوم مباشرة بس لما يصحى الشخص من النوم الناس اللي جربوها ربما يعني يذكروا المفعول الفعالية هذه أو الطريقة هذه يصحى من النوم وهو مش مرتاح يحس كأنه ما نعم السبب إنه ما عنده نعم إلا إنه جسمه ما مر في كل النشاطات الحيوية اللي يمر فيها الجسم ويمر فيها العقل وتمر فيها الخلايا وتمر فيها الغدد خلال النوم الطبيعي أوكي؟ فحبوب النوم مش حل جيد للنوم حبوب النوم بعد إليها 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 يعني سايد إفاكتس أو أعراض جانبية إنه كثير منها يسبب التأقلم أو الإدمان أنا المكملات اللي بتكلم عنها جاية من الغداء حاجة تحصل علي عادة من الغداء ما فيها إدمان ما فيها خلل ما فيها غلط ما فيها أي شيء اللي مش طيب للجسم أوكي؟ بالنسبة للناس الطبيعيين الناس اللي صحتهم يعني عادية بمكانهم يستفيدوا من المكملات هذه بدون أي مشاكل إذا كان أنت مش مطمئن أو أن وضعك الصحي مش 100% أو أن أنت خصوصا الناس اللي يستخدموا أدوية يعني يبغى لهم يراجعوا الطبيب ويتأكدوا أن المكملات هذه مش برضو ما تؤثر على مفعول الأدوية اللي هم يستخدموها لاحظ حط في اعتبارك الأطب عادة ما يعرفوا مكملات كثير من الأطب إلا الأطب الحديثين اللي مبطلعين اللي يعني اللي مواكبين إلى الأمور الصحة لأن مشكلة للأطب مواكبين لأمور الصحة ما لأسف فكثير من الأطب ما يعرفوا المكملات أوكي؟ فربما تروح للطبيعي ويقولوا أنا ما أعرف هذا فأحيانا كثيرة مفيد جدا أنه الشخص يبحث يستوي جوجل أوكي وتروح تسوي باحث عن المكملات اللي تعتقد أنها أنك تبغى تجربها أوكي؟ عموما فهم الشخص للمكملات الأشياء اللي بيأخذها جدا مهم في كل الأحوال يعني أنا أنا شخصيا تعلمت كثير من البحث ونتيجة البحث سويت تجربة خاصة ونتيجة التجربة الخاصة صار عندي خبرة أوكي؟ وأنا قاعد أقول لكم خبرتي في الأمور في أمور المكملات هذه عموما بالنسبة للمجال الأول ألا وهو التوتر العضلات كثير مننا يجي مستعد للنوم مستلقي على السريل آخرة بس عضلاتها متوترة يمكن حتى ما يحس لنفسه يمكن هو متعود طريقا فما يكون منتبه أن عضلاتها متوترة ربما لو لما يسمعني أقول كلام هذا يبدأ يلاحظ على نفسه ففي ناس عضلاتهم متوترة لأنهم ما يمارسوا الرياضة أو لأن ما يمارسوا واحد من أساليب الهدوء زي مثلا اليوغا شغلات اللي تخلي الواحد يكون مرتاح مستقر ومسترخي بس في ناس برضو يعني عدوا من قدرة على الاسترخاء بس جسمهم ينقص ماغنيزيوم الماغنيزيوم عنصر جدا مهم في تفاعلات كيماوية في الجسم ونشاطات حيوية اللي تؤدي بالعضلات إلى الاسترخاء في الوقت المناسب كثير مننا عنده نقص في الماغنيزيوم ربما معظمنا عندنا نقص في الماغنيزيوم لأن الماغنيزيوم الأغذية اللي تحتوي على كمية كبيرة من الماغنيزيوم اللي هي الحشائش الخضراء كثير مننا ما يستهلكها بشكل كبير كثير مننا ما يأكل صلطة أو ما يأكل صلطة بكمية كافية أو أن الخضار اللي نحطها في الصلطة طريقة زراعتها وكذا يكون ما هي غنية بالمعادن والفيتامينات مع الأسف يعني فكثير مننا يحتاج الماغنيزيوم استخدام مكملات الماغنيزيوم مهمة لكل الوظائف على وجه العموم وخصوصا بالنسبة للنوم واسترخاء العضلات فالماغنيزيوم عادة يجي على صياغ مختلفة طبعا كل المعادن هذه ماغنيزيوم حديد إلى آخره ما ناخد حديد ما ناخد ماغنيزيوم الجسم ما يقدر يمتص حديد أو ماغنيزيوم أو زينك أو كالسيوم أو كذا عادة نحتاج أنه يجي الملح أو المعدن في مركب كيماوي اللي يسهل امتصاص الجسم فمن ضمن المركبات الكيماوية أو الصياغ الكيماوية اللي يجي عليها الماغنيزيوم عندنا ماغنيزيوم سيتريت ماغنيزيوم غليسينيت ماغنيزيوم أسبرتيت ماغنيزيوم أورتيت في صياغ مختلفة أوكي في أكثر من اللي عديتهم يعني بعض الصياغ هذه تشتغل مع بعض الناس أفضل مما تشتغل مع آخرين يبغى لك تجرب اقتراحي ابدأ بماغنيزيوم غليسينيت أوكي بالنسبة للنوم كثير من الناس يعني يرتاحوا أو يستفيدوا من ماغنيزيوم غليسينيت أكثر من الصياغ الأخرى بس لو حسيت أنه ما فادك أوكي يبغى لك ربما تجرب صياغ أخرى من الماغنيزيوم أوكي فالماغنيزيوم حاجة طيبة وإضافة طيبة إلى الغذاء كمكمل يعني إضافة طيبة إلى الغذاء والكل يستفيد منه وأعتقد أنه كثير من الناس اللي عندهم صعوبة في النوم ربما يكون سببها عدم استرخاء العضلات والماغنيزيوم مفيد في المجال هذا الشغلة الثانية ألفت نظركم إليها بالنسبة للماغنيزيوم أنه في صياغ زي ماغنيزيوم أوكسايد ابتعد عنها لأنه هذه امتصاصها يكون قليل وبالتالي يضل الماغنيزيوم أوكسايد في الجهاز الهضمي ويمر خلال الجهاز الهضمي ويسبب ارتخاء لعضلات الأمعاء وبالتالي يصير عند الواحد إسهال كثير من الناس يأخذوا ماغنيزيوم أوكسايد ويصير عندهم إسهال فتفادل الصيغة هذه الصيغة مش مناسبة خصوصا بالنسبة للنوم مش مناسبة إضافة ثانية كثير من الناس كل الصيغة تسبب عندهم إسهال امتصاصهم لمركبة الماغنيزيوم يكون مش طيب الناس هذول ممكن يستفيدوا من طرق أخرى لامتصاص الماغنيزيوم فيه بمكان الواحد يشتري زيت اللي مذافيه ماغنيزيوم يدهن فيه جسمه ومن خلال الجلد يمتص الجسم الماغنيزيوم فيه ناس برضو يستحموا في حمام اللي فيه أملاح الماغنيزيوم جسمهم يمتص الماغنيزيوم من خلال من خلال الأملاح من خلال الماء حق الاستحمام فبرضو هذه الطرق مفيدة بالنسبة للكثير وربما تكون أنجع بالنسبة للكثير من استخدام المكملات عن طريق الفم بالنسبة للمجال الثاني وهو ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول في وقت النوم إذا هرمون الكورتيزول مرتفع ما بتنام بيكون النوم قلق وبتنام شوي وتصحى وبترجعة تنام شوي ربما تصحى إلى آخر الكورتيزول لا بد أن يكون في مستوى جدا 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 قليل خلال النوم عشان أنت تقدر تحصل على أفضل نوم ممكن ليش الكورتيزول يكون مرتفع في أسباب أخرى راجع الفيديو السابق أنا اتكلمت عن موضوع هذا يكون الشخص يتعرض في يومها إلى ضغوط كثيرة الضغوط تسبب أفراز عالي من الكورتيزول الغد الكاظرية تفرز كمية عالية من الكورتيزول ويستمر هذا الكمية مرتفعة في الدم حتى في وقت النوم ففي مجموعة من المكملات اللي تخدم في تخفيض كمية الكورتيزول في مجموعة أعشاب تستخدم في الطب الهندي القديم اللي اسمها مجموعة الأعشاب هذه معروفة بالتجربة العلمية معروفة أنها تقلل كمية الكورتيزول أو تعادل مش تقلل تعادل كمية الكورتيزول أنا شخصيا جربتها وحسيت أنه في وقت النوم مفعولها ما هو كافي ممكن تكون مفيدة في النهار لما الشخص يكون متوتر خلال النهار يستخدم الأعشاب هذه برضو تكون مفيدة أما خلال النوم أنا شخصيا حسيت أنه يبغى لي علاج أو مكمل اللي أنجع من هذه وجدت النوم مكمل فوسفوتايدل سيرين 100 ميلي جرام فوسفوتايدل سيرين عند وقت النوم جدا مفيد فوسفوتايدل سيرين مكمل مرة ثانية للتأكيد من طبيعة الجسم نستخلصه من الغذاء مفيد للجسم وللعقل خصوصا للكبار في العمر يحتوي على كولين وكولين هذا جدا يحول الجسم إلى إلى شاغلة اللي جدا مفيدة للمخ أوكي فوسفوتايدل سيرين بالنسبة لموضوعنا اليوم مفيد أنه يخلي إفراز الغد الكذرية للهرمون الكورتزول منخفض في وقت النوم هذا جدا مهم أنا أخذ حبة لما أحس أنه في صعوبة في النوم أبغى أطمئن أن أستغرق في النوم ساعات متواصلة بدون ما أستيقظ أخذ حبة واحدة 100 ميلي جرام فوسفوتايدل سيرين وفعلا تفيدني في ناس آخرين اللي الحبة هذه في وقت النوم ما تفيدهم مش كافي يقوم يأخذوا حبة ساعتين قبل النوم وحبة في لحظة النوم ويستفيدوا أنت يبغى لك تجرب إيش الصياغ اللي بمكانها تكون مفيدة لما تشتري المكمل عادة الإنستراكشنز اللي موجودة على العلبة تقول لك استخدمها ثلاث مرات في اليوم مع الأكل الوصفة هذه مش حق نوم الوصفة هذه حق الناس اللي مستوى الكورتزول عدهم مرتفع بشكل عالي ومسبب لهم سمنة احنا اليوم ما قاعدين نعالج سمنة نحن نتكلم عن النوم فللهدف هذا خذ حبة قبل النوم مباشرة أو زي ما قلت لك حبة ساعتين قبل النوم حبة في لحظة النوم وأعتقد لنا بيفيدك فوسفتايدونسيرين جدا مفيد جدا مهم بالنسبة للمجال الثالث ألاقه هو عدم قدرة الغدة البينيل غلاند أو الغدة النخامية على إفراز كمية كافية من الميلاتونين في الفيديو السابق شرحت إيش الميلاتونين هو مؤشر لسائر خلايا الجسم أنه الآن لما يرتفع مستوى تقلب الخلايا من روتين النهار إلى روتين النوم أوكي في مسببات لتخلي الأفراز هذا قليل ناس اللي جدا جدا كبار في العمر وربما صار عندهم ضعف في إفراز الميلاتونين الناس اللي مثلا محول من بلد إلى بلد قاعد في أمريكا ونومه كويس يجي للسعودية فرق الزمن ثمان ساعات ولا عشر ساعات الآن ما يقدر ينام لأنه في البلد الثاني متعود ينام بعد الوقت هذا بثمان ساعات فالآن ما بيقدر ينام جتلاق أو أنه مثلا في رمضان كثير مننا يفضل أنه يقلب في رمضان يبدأ ينام في ساعات النهار بدل ساعات الليل فيبغالها مساعدة لأنه الغد البلد الغد ليس متعودة تفرز ميلاتونين في اللحظة هذه ليس هذا الروتين الطبيعي في كل الأحوال هذه استخدام حبة ثلاثة ميلي جرام ميلاتونين مفيد جدا مثلا لما جاي من الدولة الأخرى من أمريكا مثلا وغدتك ما عندها أي استعداد تفرز خد حبة خد حبة يومين ثلاثة أيام يعتدل نومك يزبط إذا كان مثلا محول من رمضان لغير رمضان خد حبة كذا يوم يرتب النوم حقك إذا كان واحد كبير في العمر ويعني فعلا عندك نشاط الغد قليل والطبيب مثلا سوالك فحص ووجد أنه كمية الميلاتونين ضعيفة بإمكانك تاخذ الحبة هذه باستمرار بالنسبة للآخرين ملد على استمرار كلا كم يوم ويعتدل نوم في المكملات موجودة على صيغتين صيغة التي تعطيك ثلاثة ميلاتونين في اللحظة يمتص الجسم الميلاتونين يصير يرتفع الميلاتونين في مجرى الدم وخلاص في صيغة أخرى التي هي كنتينيووس ريليز بدل ما تفرز الثلاثة مليجرام مباشرة مرة واحدة تفرز على مدى ساعات يعني شوية شوية تتحل الحبة هذه ويطلع منها الميلاتونين بس يطلع منها على على فترة أطول ربما هذه تكون أفوض جرب هذه جرب هذه شوف بالنسبة للمجال الرابع قلة إفراز السيراتونين السيراتونين هو موصل عصبي أو نيورو ترانزميتر الموصل العصبي هذا في ريسبتر في المخ اللي لما تستقبل الموصل العصبي هذا الجسم يرتاح الجسم عادة يفرز سيراتونين استجابة إلى حاجات اللي طيبة لما تكون سعيد مثلا أكلت وجبة حلوة ومرتاح وكذا وقاعد على الكنبة أحيانا كثيرة تلاحظ لما تأكل أكل ممتاز يجيك نعاس في الغالب لأنه الجسم استجابة للحاجة الطيبة هذه أفرز سيراتونين السيراتونين يخلي الواحد ريلاكس ويسترخي وينام فالحاجة هذه تفيد في وقت النوم يعني لو صار عندك نفس الرياكشن هذا نفس ردة الفعل للطعام في وقت النوم واسترخ جسمك ونمت هذا مفيد جدا ولا لا عشان تحفز جسمك على إفراز السيراتونين مفيد أن تأخذ المواد البناء اللي من خلال الجسم ينتج اللي باستخدام هذا الجسم ينتج سيراتونين من المكملات هذه الحمض الأميني اللي اسمه تريبتوفان خصوصا للناس اللي تريبتوفان عندهم قليل لأنهم مثلا ما يستهلكوا كمية كافية من اللحوم اللحوم تحتوي على التريبتوفان لأنه تريبتوفان حمض أميني اللحوم تحتوي على كل الأحماض الأمينية فلما الشخص يكون استهلاكه للحوم قليل أو لسببه آخر عنده مشاكل مثلا امتصاص التريبتوفان من الأكل يكون قليل تكون كمية التريبتوفان الموجودة في الجسم قليلة وبالتالي وبالتالي الجسم يبغى يسوي سيروتون بس ما عنده استطاعة فاستهلاك 500 ميلي جرام تريبتوفان حبة أو كابسولة 500 ميلي جرام تريبتوفان في وقت النوم يساعد الكثير على إفراز السيروتون بكمية كافية لتخلي الجسم يبغى يسترخي ويستغرق في النوم بالنسبة للمجال الخامس والأخير ألا وهو إن المخ يكون منغمس المخ والجهاز العصبي على الاسترخاء بدلا ما يكون منغمس في أفكار عميقة يبدأ مخ يترك الأفكار هذا يترك التفكير العميق هذا ويرتخي ويرتاح وهذا يحفز على النوم فحبة واحدة 500 ميلي جرام من قابة مفيدة جدا بس هذه الخمسة مجالات جرب ترى المكملات كذا بالتجربة زي كثير من الأشياء جرب هذا يمكن يفيدك يمكن ما يفيدك أنا لو أقول لك الحاجة هذه مؤكدة في يكون ليس صادق معك لأن أنا لا أعرف ما وضعك لا نعرف ما الحاجة التي ممكن تكون لديك نقص فيها فإن تفكر في المجالات التي ذكرتها وترى بالنسبة لك ربما ما الحاجة المرجحة أكثر وتجرب المكمل ربما يزبط ربما ما كويسة ما فيها شيء غلط يعني فأتمنى أني أنا غطيت الموضوع هذا بتغطية جيدة إن شاء الله نلتقي في لقاء قريب على فكرة إذا في أسئلة أحطوها في الكومنت أنا أعرف هذا الفيديو أنا متأكد نذكرت كم شغلة كذا التي ربما تفتح تفكير البعض على بعض الأسئلة لا بس يسألوني وباحة ولا أجاوبكم وبرضو أنا أستفيد لو أنه إذا تسوي سابسكرايب واللايك الحاجات الحلوة هذه أنا أكون شاكل لكم فأترككم الآن إلى اللقاء قريب بإذن الله وفي أمان الله اشتركوا في القناة